وافق المجلس الجماعي في المدينة المحمدية بإجماع الحاضرين على اتفاقية شراكة بين الجماعة المحمدية وجمع الشؤول الاجتماعية للمنطقي ومتقاعد الجماعة المحمدية شكراً لأستاذ نظيم بهذا إذن كلمة بتوحي سيحاسي شكراً سيخاليد على تتبع ديالكم اليوم كما حضرتوا معنا كانت اليوم نقطة جذول أعمال الدورة ديال المجلس الجماعي هي جديد اتفاقية شراكة بالمجلس الجماعي وجمع الشؤول الاجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي جماعة المحمدية وهي تتعلق بالمنحة خاصة سنوية وكذلك منحة الحج كما تتبعتوا معنا بأننا درنا أحد العرض قدام رئاسة المجلس بأن بالنسبة للحج ديال 2020 وزارة الأوقاف والإسلامية عنت على تاريخ الأداء يوم جوج مارس من هذه السنة وغينتهي في 13 مارس وبلغنا رئاسة المجلس على أساس باش يكونوا حتى تسريع في الوتائق الإدارية من أجل المنحة السنوية خاصة بالحج من أجل أداء الموظفين والموظفاء من الناس الحج هذه السنة وكذلك بلغنا رئاسة المجلس بأن السكان بدأت سليم المفاتيح للمستفيدين كما تبعتوا معنا الحمد لله والناس يؤديوا ما بدمتهم عن طريق الموثق للمكلف بالسكان والناس كتسلم مفاتيح السكان وشكرا السيخالي على ذكر السكان يعني اليوم شفنا واحد الابتهاج من طرف عدد كبير من أعضاء المجلس البلدي بخصص هذه التجربة الناجحة يعني كيفاش تقبلتوا هذه الارتسامات هذه وشنو اللي كتزيدكم هذه الارتسامات طيبة الحمد لله كما تبعت ما ناسي خاليد بأن السكان السكان هو مشكل حلم تحقق بمدينة المحمدية وكذلك على الصعيد الوطني بنسبة الجمعيات ولا الوداديات كيعرفوا بزاف دي الإكرهات والحمد لله هذه التجربة ناجحة في مدينة المحمدية وكنتلقوا تهنيئة من السعيد الوطني من الجامعات على هذا الانزاز اللي قامش به الجمعية في وقت مواجه الحمد لله دبا موظفين كي ديروا طالبات دي القروض من أجل تكميل المساطر ديالهم وهذا تكليف مشي تشريف وكما كتبع بأنه شوف كل عمل لأعداء دياله رتح حاجة مساهلة والحقيقة تكتشف ما غنطيهش لك أنا الحمد والمملكة ما تبعتي معنا وحنا مقبلي عنا ندوى صحافية اللي نجاوبوا على جميع التساؤلات وشكرا تسيخي شكرا تسيخي